من وقت ما عرفت انه انا حامل ببنوته بلشنا انا ومعاد صراحة يعني لا اهله ولا اهلي تدخلوا بالاسم طول وقت انا ويا نكتب مثلا ثلاث اسماء اعمل له سند على الواتساب هو يعمل لي سند على الواتساب ونفتح الواتساب مع بعض انت شو اخترت انا اخترت لا هاي احلى لا هاي احلى لا هاي احلى لا هاي احلى كانت اين وصفات الاسماء يعني معاد بده اسم عربي حل وانتي انا كنت بدي اسم هو مش اجنبي بس يعني ايلين اه خواجاتي شوية يعني حبيت اسم صغير فبقول لي يعني تخيلي انا يعني بنتي اسمها ايلين معادل عمري او انا ابو ايلين يعني انا شايفتيني بشبه ابو ايلين يعني انا انا هو ايلين اسمه حلو بس او يعني بس هو اجمالا قصده ايه انا اصرت يا حلوة اه وكل ده ما كنتش لسه حددته اسم المولود لسه اه سلمة قعدت سبوع من غير اسم يعني بعد الحراج والبحث ده كله ما اه تخيلي اه بعدين بالاخير خلص يعني ايجع الدكتور عشان ياخد دم من سلمة هيك للفحص فدكتور نيضال بقوللي اه اه ديانا شو اسم شو سميته تفرشت فيه هيك وتقول له ما سمينا بقول لي ديانا لازم يعني هذا الفحص لازم روح للمستشفى واسمها وهيك تقول له سلمة معاد العمري اخدت القرار الاسم ده اه كتير كان بحبه معاد وكان من الاسامي العربية اللي كنا حاطينها اه ومعاد كان نايم اول ما صحي قلت له الصباح الخير يا ابو سلمة فاتفرش فيه قال لي شو قلت له ابو سلمة خلص اخدت القرار اللي هو الاربلو اه الاربلو وانا يعني خلص حسيت انه اه سلمة